المجتمع يعرف تمام المعرفة بأن دولة القانون لديها من الإمكانية بأن تأخذ استحقاقاتها وفقا للضغوط السياسي وليس وفقا للميليشية احنا ما عندنا ميليشية احنا عندنا ضغط سياسي ممكن نشتغل عليه ونصر عليه ولكن نحن حتى عند تشكيل الحكومة هذه كان السيد المالكي إلى قرار بالإطار التنسيقي بعد ما صارت لدولة القانون ثلاث وزارات قال حتى تستمرون لا تريدون تأخذون وزارات نأخذوها اكو قوة سياسية عند ميليشيات اسمع لي بعكومة الكاظمي ست كيفت علىها يا سأل اردت استفسر من يمك تقول ما عندنا معيشة رسالة المن بعكومة الكاظمي ايضا لما الكاظمي أطعنا اكثر من استحقاقنا في تلك الفترة ورفض السيد المالكي في وقتها ورفض دولة القانون رفضت أن تأخذ أي وزارة في ذلك الوقت اكثر كتلة سياسية زاهدة بقضية المناصب هي كتلة دولة القانون يقال والله هذا والله من دولة القانون بس من تروح لها بالحقيقة حتى الوزارات اللي موجودة بيها صدقني وهذا أخذ من عندي وزارات في الحكومة الحالية الآن احنا محسوبة مثلا علينا وزارة النفط الشباب والرياضة وأني المتحدث الرسمي باسم دولة القانون إلى الآن قد عندنا شغل بالنفط هذه مكاتبنا مفتوحة ماكوناس متجع عن النفط أقل وزارة أروح لها وزارة النفط يمكن رايح لها مرة ومرتين فقط بينما باقي الوزارات يمكن نمون عليها نمون على التربية نمون على العدل نمون على الصحة أكثر من النفط اللي هو على أساس يعني يكون لدولة القانون وصار تذمر من الأكوة العباء لماذا؟ لأن ماكو الزام على الوزير أن يكون يعني تعامل مع نواب دولة القانون تعامل خاص دون عن باقي النواب لو كان علي الزام قبل لا يتسنم الوزارة لكان التعامل غير شي كما يحذو بعض الكتر السياسية تعذو هذا الحذو